برحب بحضراتكم مرة أخرى لسه مستمرين مع حضراتكم حتى هذه اللحظة في برنامج ما وراء الحدث تدخل تونس في مرحلة ما قبل الانتخابات بخارطة حزبية ملامحة غير واضحة يسودها التخبط بين أحزاب حاكمة تراجعت قوتها ومعارضة منقسمة فتح باب الترشح للانتخابات التشرعية سيكون يوم 22 يوليو الجاري على أنتجرة يوم 6 أكتوبر المقبل تعقبها بعد ذلك انتخابات رئاسية يوم 10 نوفمبر المقبل في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ضغوط كبيرة من أجل عرض التعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابي على الاستفتاء الشعبي وجعت هذه الضغوط خصوصا من الأحزاب المهددة بالمنع من تقديم قوائم للانتخابات البرلمانية أو ترشيح قيادتها للانتخابات الرئاسية بسبب هذه التعديلات كان البرلمان التونسي صادق نهاية يونيو الماضي على ادخال تعديلات على القانون الانتخابي أقصت مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية حول تطورات الأوضاع السياسية في الداخل التونسي معانا في الاستوديو الدكتور طاها علي الباحث والمحلل السياسي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك خليني إذا سمحت أبدأ مع حضرتك بتحليل المشهد السياسي في تونس يعني خلينا بداية نقول أن المشهد السياسي في تونس يختلف عما كانت عليه الأوضاع من عام 2014 مشهد يمكن نظر إليه من خلال مجموعة من الجوانب بداية الوضع الاقتصادي التونسي المترد والمتدهور والذي خلق حالة من الاستياء في الداخل التونسي الأمر الذي انعكس على العلاقة أو الرغبة الجماهيرية أو مثلا فكرة التأييد أو الإقبال الجماهيري على فعاليات النخبة السياسية بشكل عام عارفين طبعا العملة التونسية بتفقد 40% من قيمتها منذ 2014 حتى اليوم الأمر الذي أدى إلى تدهور الظروف المعيشية وصل يعني دخل دائرة الفقر في تونس ما يتجاوز 11 مليون مواطن تونسي كل ذلك بيجعلنا بصدد حالة من الاحتقان الاقتصادي عفنا الاقتصادي والاجتماعي ما ينعكس على المشهد السياسي بشكل عام أما فيما يخص النخبة التونسية أنا عندي كما أسلافتي حضرتك من التلاف الحاكم بتتراجع شعبياته وبيشهد الكثير من الانقصامات عندي مثلا أحزاب بتنسلخ من تكتلتها وتتشكل أحزاب جديدة مثل حزب تحية تونس الذي يترأسه رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي أيضا لديه عدد من الملاحظات والتحفظات من خلال عدد من القوى السياسية التي بدورها ترى أن حكومة يوسف الشاهد تعمل على إعادة هندسة المشهد الانتخابي لإقصاء بعض الرموز تحقيق بعض المكاسب إعادة تهيئة الوضع في الداخل التونسي بشكل عام أيضا مثلا حتى حركة النهضة حركة جماعة الإخوان التي يعني إذا قارننا أداءها في عام 2014 مقارنة بعام 2011 حيث ازدهار الحركة نجد أنها عام 2011 كانت قد حصلت على 89 مقعد 2014 كانت قد حصلت تراجع كتلتها البرلمانية وصلت إلى أظن 69 مقعد في ظل الانقصام والخلاف الذي تشهده حركة النهضة خلال الفترة الأخيرة أنا عندي انتخابات داخلية أجريت في شهر مايو الماضي أصفرت عن حالة من التزمر والسخط بين صفوف حركة النهضة بسبب أن هناك مجموعة من النقاط الإشكالية أهمها هل هنزج أو هندفع بمرشح عن الحركة في الانتخابات التونسية الرئاسية في شهر أكتوبر أم لا هذه النقطة خلافية أيضا ما كانت راشد الغنوشي نفسه وسيطرته على حركة النهضة واختطافه للحركة وإكسائه للكثير من المرشحين في العملية الانتخابية البرلمانية في الفترة دي أيضا أنا عايز أقول أنه الكافة الكتل بالمناسبة أيضا الطيار حركة حزب الجبهة الشعبية الأكبر تكتل يساري في تونس حدث شهد مجموعة من الانقصامات في الفترة طبعا دكتور طايا إحنا هنتكلم عن كل الأحزاب المتقدمة في الانتخابات بشكل تفصيلي ولكن إحنا قدامنا دلوقتي انتخابات تشريعية أو برلمانية في تونس وأيضا انتخابات رئاسية أيوم أشد سخونة من وجهة نظرة الأشد سخونة بلا شك هي الانتخابات التشريعية نظرا لأنها تسفر عن برلمان سلطة تشريعية تمتلك بموجب دستور 2014 صلاحيات تتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية حتى أن الرئيس الباجي قايد السبسي نفسه عبر عن استيائه من اختناق أو ضيق صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب هذا الدستور حيث قال أنها بها هنات وبها إشكاليات تقيد الرئيس بشكل سيء جدا يعني تقتصر دوره على تعيين بعض كبار المسؤولين في الدولة مساهمة محدودة في رسم السياسات العامة للدولة وبالتالي نظرا لأهمية وخطورة الانتخابات التشريعية ذلك أنها يتمخد عنها المتحكم الفعلي في صناعة القرار في الداخل التونسي نجد أنها أكثر أهمية وأكثر خطورة مقارنة بالانتخابات الرئيسية طيب دكتور طاق خليني أتكلم مع حضرتك عن الأحزاب بشكل أكثر تفصيلا وإذا سمحت أبدأ مع حضرتك بحزب نداء تونس الذي كان مسيطر في عام 2014 على الانتخابات البرلمانية ماذا نتوقع لهذا الحزب في الانتخابات القادمة؟ يعني للأسف أتوقع أن يتراجع أداء حزب نداء تونس في هذه الانتخابات وذلك على خلفية واحد الأداء السياسي والاقتصادي الضعيف نسبيا والذي أصفر عن عدم قدرة الحكومة التونسية على ضبط الأوضاع اقتصاديا وبالتالي تلبية متطلبات الجماهير التونسيين هذه نقطة ونقطة أخرى أن الحزب نشق عنه أيضا مجموعة من الأعضاء يعني الذين أسهموا في تشكيل الحزب بيسبب هذه الانشقاقات والانقصامات؟ هذه الانقصامات ارتبطت بمشاكل تنظيمية في الداخل والأهم من ذلك هو أن الرئيس البغي خايد السبسي الذي يعني يتزعم المشهد في هذا الصياق برضو الناحية السنية بالنسبة له الرجل يعني تجاوز عامه الثاني والتسعين وبالتالي قدرته على الضبط وإحكام قبضاته على الأوضاع لا شك مش هتكون مثل يعني العامل العمري أو السني أكيد ليه دور في هذا الصياق أيضا الأزمة الاقتصادية الخانقة يعني أنا أؤكد دوما على دور الأزمة الاقتصادية وإنكاسها على الأوضاع السياسية وخاصة حينما يكون الاتلاف الحاكم مشكل من مجموعة من الأحزاب غير المتجانسة فكريا فأنا عندي حزب نداء تونس ذات التوجهات أميل إلى العلمانية وبينما تشارك حركة النهضة في عملية صناعة القرار من خلال التسعة وستين مقعد في البرلمان التونسي وهي حركة إخوانية وحركة أيديولوجية لها مصالح وارتباطات خارجية إذن أنا عايز أقول إن الأداء العام للحكومة التونسية في زل سيطرة حزب نداء تونس انعكس على أوضاعها السياسية في المقام الأول نعم أو لا دكتور طه حزب نداء تونس سيسيطر على الانتخابات البرلمانية القادمة لا نعم طيب هناك أحزاب جديدة بدأت تظهر في المشهد السياسي التونسي على سبيل المثال حزب البديل التونسي حزب الدستوري الحر تحية تونس قلب تونس أي من حظوظه أقوى من الآخر أتصور أنه نظرا لي تمكن رئيس الوزراء يوسف الشاهد من وسيطرته على عملية هندسة العملية الانتخابية فإن حزب تحية تونس الذي يترقصه يوسف الشاهد رغم التحفزات البعض عليه سوف يكون له حظوة أكثر في العملية الانتخابية بالإضافة إلى أن حزب تحية تونس انضم له عدد كبير من البرلمانيين المنشقين عن نداء تونس وعن مجموعة من الكتل في أداء وحتى حزب الجبهة الشعبية اليساري أيضا وبالتالي نداء تحية تونس ربما يكون له حظوة أو حظوظ أكثر في الفترة المقبلة نعم خليني أذهب حضرتك إلى حزب آخر وهو حزب النهضة أو حركة النهضة الإخوانية منذ فترة طويلة وهناك الكثير من الأقويل على حركة النهضة أنها كان هناك مناشدات برلمانية من الداخل البرلماني بإقصاء هذه الحركة بأن لا ربما يكون لها مقاعد برلمانية داخل البرلمان وما شابه من نداءات لهذه الحركة جماعة الإخوان الإرهابية عادة ما تقلب الطاولة كما يتم القول في اللحظات الأخيرة يعني أتوقع أن جماعة الإخوان الإرهابية ممثلة في حركة النهضة في تونس عملت على تسريب بعض البالونات أو فقاعات الاختبار خلال اليومين الأخيرين فيما يتعلق بإحتمالات ترشح راشد الغنوشي على رأس قائمة تونس واحد باعتبار أنه لجس نبض الشارع التونسي والرأي العام حتى العربي والعالمي من احتمالات عودة حركة الإخوان إلى الحكم بعد انكسارها في مصر وفي العديد من الدول العربية يعني محاولة للعودة من خلال البوابة التونسية لكني لا أتصور أن الجماعة في هذه المرة سوف تفلح وذلك بالنظر إلى مجموعة من المؤشرات أولا الحركة من الداخل تشهد انكسامات كبيرة جدا هذه الانكسامات يعني حتى أن البعض ممن أطيح بهم في عملية تكشكيل القوائم الانتخابية كلها البعض منهم كتب رسائل على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة به نداء يعني فيها ذات لهجة ناقدة نقضية وقاسية لراشد الغنوشي هذه الشخصيات ذات سكل في الشارع التونسي وبالتالي أنا أتوقع أن أداء الحركة يتراجع بل ربما لن تحصل على 69 مقعدة التي حصلت عليها في برلمان 2014 وبالتالي لكن عزاء الحركة في هذا السياق هو الانكسام وضعف محاولات التوافق ما بين النخبة الليبرالية والعلمانية في الداخل التونسي أتصور أن ذلك ربما يشكل الصغرى التي سوف تتحرك من خلالها حركة النهضة حيث يلعب الإخوان دوما على المتناقضات سواء يلعب الإخوان دوما على توسيع الفجوة بين خصومهم يلعب الإخوان دوما على أوضاع اقتصادية هشة وبالتالي الدعم الخارجي والمالي الوارد من حركة النهضة من تركيا وقطر على وجه التحديد خلال الفترة الأخيرة تم الكشف عن تحويلات مالية وصلت إلى حركة النهضة للدعم العملية الانتخابية وبالتالي في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية في الداخل التونسي ربما يلعب دور المساعدات والإعانات الإخوانية وفكرة المعهد نها على جماعة الإخوان في المشاهد الانتخابية حيث الحشد بمقابل واستغلال حالة الوعية المتراجعة حالة الأوضاع الاقتصادية المتراجعة ربما يكون ذلك صغرات إنقاذ الحركة لكن حالة الصحوة التي تنتاب العديد من الأحزاب الداخلية في تونس الحزاب الجديدة حزب البديل الدستور الحر حزب تحية تونس وحتى نداء تونس من خلال محاولات حفظ ماء الوجهة أتصور أن تشهد الأيام المقبلة تحالفات وإن كانت تحالفات ضعيفة لكنها سوف تؤثر على مكانة حركة النهضة في الخريطة الانتخابية في الفترة ولكن إذا سمحت لي دكتور طه يعني تقريبا على حد علمي أن تونس من الدول القليلة العربية التي ما زال هناك في حكمها أو في البرلمان الخاص بها أعضاء من حركة الأخوان أو من جماعة الأخوان السؤال الآن هل حركة النهضة ستترك المجال بسهولة أنها تخرج من البرلمان التونسي؟ بص يا حضرتك حركة النهضة أشارنا أن لها 69 عضو من أصل 217 في البرلمان التونسي وبالتالي لا تزال تمثل حركة النهضة في تونس أو الحالة التونسية ربما أخر محطات الإسلام السياسي في العالم العربي من خلال وجود حركة النهضة لكن اسمحي لي حاولت حركة النهضة خلال الفترة الأخيرة تشكيل تحالفات مع عدد من الأحزاب التونسية في الفترة الأخيرة لكنها فشلت في إحداث أي حالة من التحالفات الأمر الذي دفع الحركة لمغازلة بعض الأسماء المستقلة الحركة تلقت خلال اليومين الأخيرين قائمة بأكثر من 80 مرشح مستقل يسعون للدخول إلى البرلمان من خلال مواصدية ظاهرة موجودة في كل زمان ومكان أن تجد من يغازل من يدخل في كمبروميز أو علاقة توافقية مع حركة النهضة النهضة تضمن من خلال هؤلاء المستقلين الانتهازيين والنفعيين رفع الكوتة الخاصة بها في البرلمان بينما هؤلاء الأصوات الغازينة ربما يكونوا فشلوا في تحقيق مكاسب من خلال جهدهم الذاتية فلجأوا إلى حركة النهضة فيها الداخل وبالتالي تلجأ حركة النهضة في تونس إلى مغازلة المستقلين الأمر الذي يكشف الحالة التي وصلت إليها الحركة فيه من انعزالية وسط النخبة السياسية الجميع يرفض التحالف مع حركة النهضة بل أن الجميع يدعو إلى عزلها وإقصائها من المشهد وخاصة في زل تورد بالمناسبة الحركة في الكثير من عمليات العنف خلال الفترة الأخيرة وكان أشهرها اغتيال المعارض الكبير اليساري بالعيد الذي أصر كثيرا في المشهد التونسي وبالتالي كل ذلك أثر على يؤثر بدوره على مكانة حركة النهضة في الداخل التونسي ماذا عن راشد الغنوشي تحديدا دكتور طه هل نستطيع القول أن هناك غضب داخلي من داخل حركة النهضة لراشد الغنوشي وما أسبابه يا حمد؟ أسباب هذا الغضب الغضب موجود بالفعل تم التعبير عنه من خلال الكثير من الأصوات التي أطيح بها في عملية إعادة هندسة عادة تشكيل القوائم الانتخابية التابعة أو قوائم المرشحين التابعة لحركة النهضة في شهر مايو الماضي تم إجراء انتخابات داخلية كان لراشد الغنوشي الكلمة الأعلى في هذه الانتخابات بل أنه تدخل في توجيه مصر العملية الانتخابية في المكاتب الداخلية لحركة النهضة أصفر ذلك عن حالة من الغضب والتزمر وربما الانقصامات في داخل حركة النهضة البعض عبر عنها في الفترة الأخيرة راشد الغنوشي يطمح في الفترة الأخيرة وخاصة أنه يبني حساباته على أساس أن النخبة الليبرالية تعاني من ضعف وبخاصة مع تراجح حيث بنداء تونس في الحكم خلال الفترة الأخيرة راشد الغنوشي يتصور أن الساحة قد لانت له وقد آن الأوان أن يقفز على المشهد السياسي بل أنه باتت لدى الحركة المحفي السيطرة على السلطة التشريعية ذات الصلاحيات الأكبر مقارنة برئيس بل أني أرى من باب الإخوان عندهم إشكالية بالمناسبة بيجوا في لحظة من اللحظات وبيحصل عندهم عامة في البصيرة لا يدركوا المشهد كما حدث في مصر في يوم من الأيام فلا طالما رفعوا شعارات مثل مشاركة لا مغالبة لكن حينما تبدى لهم ضعف النخبة المدنية في الشارع المصر يوما ما أخذتهم شهوة السلطة فأعلنوا الترشح على كافة السلطات التشريعية والتنفيذية واجتياحهم للمشهد أتصور أن جماعة الإخوان في تونس لا تختلف كثيرا رغم ما يبدو على الغنوشي من حكمة مقارنة بإخوان مصر فذات يوم من الغنوشي نصح إخوان مصر كثيرا لكنهم لم يستمعوا له أتصور أن الغنوشي اليوم في موقع إخوان مصر وأنه شهوة السلطة وأنه وهم أنه بات من الاقتراب من المشهد وخاصة إذا ما علمنا أن المحطة التونسية ربما تكون آخر محطة الإسلام السياسي بعد انكسارها في مصر وانكسارها في السودان وتهاوي شقفتها في تركيا أيضا الإسلام السياسي يتهاوى في ليبيا وخلاص على وشك الانصراف أيضا المحطة التونسية ربما تمثل آخر المحطات بالنسبة لهم في هذه المسألة يرتبق صفوف حركة النهضة وبالتالي القرارات لن تكون على حكمة عام 2011 التي بدأ عليها الغنوشي الغنوشي سوف يبني حساباته على ضعف الخصوم وسوف يتسلل وسوف يعني لن يتراجع عن وأكبر دليل على ذلك بالمناسبة هو تدخله المستميت في هندسة حركة النهضة في انتخابات مايو 2000 من هذا العام وأيضا إطاحته بعدد من المرشحين الأمر الذي عبر عنه حالة من غضب كثير من شيوخ وشباب حركة النهضة في تونس نعم أيضا في ذات السياق فيما يتعلق بحركة النهضة أيضا دكتور طه بالطبع كما تفضلت بالذكر أن حركة النهضة وراشد الغنوشي سيحاولوا على قدر ما يستطيع استمالت ربما يعني رجل الشارع التونسي مرة أخرى لدخول المعترك الانتخابي هل سينجح يعني ربما أنت تفضلت بالذكر في البداية بالإجراءات التي كما تبعناها في حركة الإخوان ستتخذها أيضا لدخول المعترك الانتخابي مدنى توقع منهم في الفترة القادمة قبل فتح الانتخاب وأيضا هل ستنجح أم لا يعني من المفترض الليلة أو غدا تعلن قوائم حركة النهضة النهائية وسوف نعلم أو سوف نشاهد ما إذا كان الغنوشي بشخصه وبذاته سوف يترشح على قائمة تونس واحد وهذا غير مستبعد وهذا أقرب الاحتمالات بالمناسبة وفي تلك الحالة سوف يعني الأمر محاولات حركة النهضة المستميتة بأنها لن تقدم على ترشيح رجل بحجم راشد الغنوشي وتتراجع عن عمليات الحجد سوف تكون محاولات الحجد والتعبئة لحركة النهضة في الشارع أضعف مضعفة مقرنة بما سبق وخاصة إذا لقنا المنحنة الخاص بأداء الحركة 2011 كان 89 و2014 كان 69 وبالتالي إذن هي منحنة متهابط يعني منحدر وبالتالي حركة النهضة تحاول الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه وخاصة يعني في ظل الدعم المالي الوافد إليها من الخارج سوف تبزل حركة النهضة كل الغالي والثمين من أجل حفظ ماء الوجه وخاصة يعني ولع بعيدا على المتناقضات وخاصة إذا معلمنا أن الكثير من المستقلين يغازلون حركة النهضة التي بدورها ترد عليهم بمجازلة مقابلة نعم من وجهة نظرك من أبرز المستفدين دكتور طاها من تراجع أحزاب المعارضة خاصة يمكن بعد انقسام حزب الجبهة الشعبية اللي كان بيضم متكتل يساري كبير أتصور أن أبرز المستفدين في هذه المرحلة هو حزب تحيا تونس الذي يحافظ حتى اللحظة على تماسك نسبي أعلن حزب تحيا تونس خلال فترة أخيرة نيته على احتمالات خوض تحالفات مع الأحزاب الوسيطة يعني مثل الدستور الحر ومثل البديل أيضا من المحتمل أن يكون هناك محاولات لاستكتابة المنشقين من الجبهة الشعبية في الأحزاب اليسارية أيضا المستفيد ربما يكون حزب تحيا تونس وخاصة أيضا أنه يغازل يعني يسعى لجذب المزيد من المنشقين لكن أنا أتصور أنه يعني الطير الليبرالي وربما المدني بشكل عام في الداخل التونسي بوابة إنقاذ تونس بوابة إنقاذ هذا الطير تكمن في التحالفات وليس التفتيت فيما يتعلق بالتحالفات تحديدا دكتور طهما ما هي أبرز عمليات التحالفات بين الأحزاب في هذه الفترة حتى اللحظة لم يعلن عن تحالفات جادة الجميع يتحدث عن احتمالات للتحالفات لكن التحالفات أيضا بها إشكالية يعني مثلا لما نتكلم عن تحالف مدني لبرالي مع أحزاب يسارية الخلفية العفوا المرجعية الفكرية لهذه التحالفات تجعلها تحالفات هشة في مجمل الأحوال وبالتالي حتى هذه يعني وبالمناسبة ده حتى انعكس على أداء حكومة يوسف الشاهدة التي تقوم أصلا على تحالفات يعني هي تقوم حكومة التحالفات في المقام الأول لكنها شاهدة انقصامات وبالتالي أنا عايز أقول أنه عملية التحالفات واردة بشدة خلال الأيام المقبلة لكني أؤكد أن هذه التحالفات ربما تكون المخرج لربما تكتل مدني في مواجهة مخططات حركة النهضة وأيضا في مواجهة ضعف أداء حزب أداء تونس هذا فيما يتعلق بالأحزاب دكتور طه ماذا عن قانون الانتخاب؟ هل سيستجيب البجي قائد السبسي لضغوط الذين يطالبون بتعديل قانون الانتخاب وإدخاله لاستفتاء شعبي؟ ليس مستبعد ذلك وخاصة إذا علمنا أن حركة النهضة هي أحد المتربصين باستغلال هذا القانون وبالتالي فإن ذلك يمثل خطر على المشهد السياسي في الفترة المقبلة لكن لا أستبعد ترابع هذا القانون في مسألة مساعي إكساء بعض الشخصيات المهمة وللأسف أنا مستغرب هذا الأمر لأن هذه الشخصيات المستبعدة بالمناسبة لها حضور في الشارع هذا الحضور يمكن الاستفادة منه في مواجهة مساعي حركة النهضة في الفترة الأخيرة ماذا إن رفض الباجي قائد السبسي إجراء استفتاء شعبي على التعديلات؟ يعني أتصور أنه يشهد الشارع أو تشهد الساحة السياسية في تونس مزيد من الاحتقان في الفترة المقبلة وخاصة أيضا سؤال ماذا أيضا أتصور أن ربما ماذا لو مثلا لو توفى الرئيس الباجي قائد السبسي على زم المثال الله عمر بيد الله لكن عندي إشكالية أيضا بالمناسبة البرلمان فشل حتى اللحظة في اختيار والاستقرار على أسماء للمحكمة الدستورية التي من المفترض أن تكون هي من يقوم بمهام رئيس الجمهورية في حالة شغور المنصب أو خلوة الرئيس باجي قائد السبسي تجاوز 92 سنة طبعا الأمر بيد الله لكن حالته الصحية غير مستقرة هنا الأمر يفرض على الرئيس الجمهورية والبرلمان التوافق حول أسماء والتي أتصور أنه صعب في هذه المرحلة على وجه التحديد لأن حركة النهضة تحاول فرض أسماء بعينها لكن في المقابل حزب تحية تونس وحزب نداء التونسي لهم تحفظات على المساعدة طبعا بشكرك شكرا جزيلا كنت ضيفي في هذه الفقرة الحوارية من وراء الحدث الدكتور طه علي الباحث والمحلل السياسي